مجموعة طيران الجزيرة خطفت الأضواء اليوم بحفل تجشين مبنى ركابها في مطار الكويت الدولي برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لمبارك والذي أكد أن المشروع يعد خطوة متميزة في مجال خدمات النقل الجوي وسيساهم في تحقيق تواجد مهم ومنافسة قوية وفيما يبدأ التشغيل التجاري للمبنى الجديد الأسبوع المقبل قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في المبنى برفقة رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي الذي قدم شرحا تفصيليا عن المبنى الذي يقف شاهدا على قوة وقدرة القطاع الخاص ودوره في ترجمة الرؤية التنموية للبلاء وفي السياق قالت وزيرة الدولة لشؤون الخدمات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جينان بوشهري إن مبنى ركاب طيران الجزيرة يعد علامة ونقلة نوعية في تطوير أداء النقل الجوي في الكويت تقرير خالد الفارس في إطار الدعم الحكومي لمبادرات القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية الكويت الفين وخمسة وثلاثين وبحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك دشنت شركة طيران الجزيرة مبنى الركاب الجديد قبيل إطلاق المبنى تجاريا الثلاثاء القادم والذي يعد أول مبنى ركاب مملوك بالكامل لشركة طيران من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط وقد صمم المبنى على أساس تمكين الراكب من إنهاء جميع إجراءات السفر منذ لحظة النزول من السيارة إلى لحظة دخول الطائرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشرة دقيقة ليكون علامة تجارية فارقة في تجربة السفر في الكويت حيث صمم المبنى وفق أحدث معايير النظم الأمنية المعمول بها في المطارات ليكون عاملا مساهما في الحد من كثافة المسافرين على مطار الكويت الدولي وقبل نهاية 2018 تمضي طيران الجزيرة نحو تحديث خدماتها لاستقطاب شريحة أكبر من المسافرين من خلال تنويع وزيادة وجهات الشركة إلى 26 وجهة وزيادة أسطول طائراتها ليضم عشر طائرات جديدة مما يميز مبنى ركاب طيران الجزيرة وجود نقطة تفتيش واحدة فقط بعد الانتهاء من الجوازات بالإضافة إلى قدرته الاستيعابية للمسافرين بمقدار 2.5 مليون راكب سنويا كمرحلة أولية ناهيك عن القدرة الاستيعابية لتسليم الأمتعة وكاونترات التسجيل والبوابات الجسرية والأرضية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومساحة تجارية تضم منطقة سوق حرة ومحلات تجارية بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي خالد الفارس الراي